المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة المجموعة الرابعة وهم ناس حاجة حلوة جدا أنا محمد دورة طبعا أنا جاية له النهاردة محمد دورة أنا أعرفه من ثلاث سنين أول مرة أشوفه النهاردة طبعا أنا مبسوطة به جدا 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 وهو يعني بجد جوا قلبي أنا متفاجأة حتى بالأمورة منها ما شاء الله عليها زكية جدا ورحة جميلة بس أخدت الشوكولاتة ومدت نيش خطفة الموضوع ده مأثر فيها جدا هي خطفت الشوكولاتة وخطفة لأولوبنا كمان عايز أسأل حضرتك على دول الجامعية مع أولادنا قادرون باختلاف بتساعدهم إزاي؟ أولا طبعا حقوق الإنسان هي وسيط ما بين المواطن وما بين المسؤول أين كان المواطن وأين كان المسؤول طبعا إحنا بنساعدهم على استخراج كارت الخدمات المتكاملة بنساعدهم في الأمور الصحية لقدر الله بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي طبعا هي المشرفة علينا طبعا وكمان بيجي مكتب التأهيل من وقت للتاني بنجمحهم عن طريق الجروبات أو بنجمحهم عن طريق الإعلام بيجوا بنحدد معهم معاد طبعا ده كله تكرم من الموظفين ومن البسؤول وبيجوا عندنا يوم بيبقى جميل مرة في الشهر أو مرتين في الشهر بيحلولهم جميع المشاكل حضرك عارف بقى طبعا الأوراق بتاعتهم والمشاكل وبنحاول إن شاء الله نزال العقبات دي دور عظيم بشكرك عليه تسلم فعلا ومنورانا في الاستوديو شرف ليه لو حضرتك وفرصة نحن نسكر وزارة التأضامن الاجتماعي على رعايتها لهذا الملف شكرك نرجع لما تشهر النهاردة والفقرة الأخيرة فقرة عجلة الحص سؤالين لكل فريق وأول سؤال أحمد طارق أول سؤال وعنشوف موضوع السؤال إيه لفة كاملة يا أحمد سويتش يا نهار أبيض يدي السويتش يدي السويتش فعلا هو واضح إنه هو النهاردة يومكم لغبة شوية عايز أقول لكم حاجة هي فرقت على سانتي على قدرات زينية فريق فعلا ولكن مفيش مشكلة نسأل فريق أمون تحبوا تسيلوا فيه علوم علوم سؤال في العلوم سؤال في العلوم سؤال في عشرين نقطة ولا بتأتي النقطة عشرين علوم والسؤال هو أكتشف العالم الإسكندنافي هانس أرستيت أحد المعادن عام 1825 فما هو؟ معدن ده من أكتر المعادن اللي موجودة في القشرة الأرضية سهلتها لكم هوي عبدالله عبدالله إجابتك كروم لا لا أنا إجابة خاطئة مش الكروم سليمان معرفش بصراحة بسم أقول الحديد مش الحديد إجابة خاطئة قال قال مليون سؤال الثاني مننا تفضال يا مننا مننا اللي أكلت الشوكولاتة الوحدة لو جاوبتوا صح المباراة حسمت سويتش شفتي عشان كلت الشوكولاتة لوحدك أيوة كليباتر هتحبوا تسيلوا فيه فنون فنون سؤال في الفنون تمام سؤال بعشرين نقطة أولا بتاتي نقطة 20 20 الهلباوي يشاور بيديه هدي اللعبة يعني سؤال بعشرين نقطة فاهم أنا حركاته فاهمها لازم أخط عليه مدير فني مدير فني مدير فني هدي اللعبة عمل بيديه كده على طول هدي اللعبة ماشي تمام فنون والسؤال هو منوى مخرج مسلسل الوسية مكتبصة عن سيرة ذاتية لخليل حسن خليل بطولة أحمد عبد العزيز شيرين محسنة توفيق حمدي أحمد سناء يونس ومحمد الدفرون رح أقل معلومة موجودة محمود حميدة طبعا معلومة موجودة بس أنا أقول مكتب وعميرة للأسف الشديد إجابة خطيرة مين بقى يا طارا إسلام إسماعيل عبد الحافظ إسماعيل عبد الحافظ إجابة صحيحة يا إسلام حمد الله على السلام بمالك بقى 80 كليباترا 115 أمون السؤال الثالث أنس تفضل يا أنس أنس الصمرة وحنشوف موضوع السؤال إيه رياضة وسؤال ب30 نقطة إجباري دوسوا على البازل لازم تجاوبوا السؤالين دول عشان تكسبوا رياضة والسؤال هو ما هو المنتخب الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم بتسجيله أقل عدد من الأهداف حتى عام 2022 فاز بكأس العالم وسجل أقل عدد من الأهداف سجله ثمان أهداف في سبع ماتشات أربعة منهم في دور المجموعات مين يا محمود؟ اسبانيا إش معنى إسبانيا؟ إسلام عليها لي بصراحة إسلام دي إجابتك؟ أه إسبانيا أجبتش شوه؟ شوه؟ صح؟ إجابة صحيحة أهداف أهداف آخر سؤال تفضل يا هلباوي أحمد الهلباوي اللي حيجاوه على السؤال ده صح حياخد التلات نقاط تاريخ تمام سؤال بـ 30 نقطة دوسوا على البزر أمون جاوبته صح مبروك التلات نقاط كليباترا جاوبته صح ده لو في حالة طبعاً إن فريق أمون يجاوب غلط مبروك التلات نقاط لو أنتو الاتنين ما جاوبتوش يبقى المجموعة الرابعة تلات نقاط لكل فريق تاريخ والسؤال هو ما هي المدينة التي كانت عاصمة لليابان منذ عام 794 ميلادياً استمرت العاصمة حتى منتصف القرن التسعتاشر عاصمة الإمبراطورية ومهد الثقافة والعلم لمدة ألف سنة أحمد سليمان إجابتك هيروشيما؟ هيروشيما توقعت إجابة خاطئة كليباترا عبدالله صالح لو الإجابة صح يا رب ألف مبروك التلات نقاط وصدرت المجموعة أنا مش عارف هي مدينة ولا لا يوكوهاما عبدالله صالح يوكوهاما المجموعة كلها تلات نقاط إجابة خاطئة أيوة هي هلباوي صح هي كيوتو كيوتو الحمد لله تمام بالعجل أقول لكم حاجة بصراحة أنا شايف أن المجموعة دي حلوة جدا بمكسب أمون حلوة جدا ليه؟ لأن كليباترا أنتو محتاجين تسع وبصراحة أمون تستحق النهاردة المجموعة صح صح أفضل لاعب في ماتش النهاردة طبعاً أحمد سليمان بسبعين نقطة رابع عليك أحمد الماتشات اللي جاية ماتشات كاس في المجموعة الربعة وأنا بحب الماتشات اللي من النقطة اللي يكسب يكمل واللي يتهزم يودع وبكده يبقى إجمال النقط اللي حصل عليها أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف في حلقة النهاردة ماتين خمسة وعشرين نقطة ويبقى مجموع النقط من أول حلقة لحد دلوقتي أربعة تلاف تلتمية وخمسين نقطة في خزنة البنك الأهل المصري الداعم الرئيسي لاحتياجاتنا والهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر أشكركم جداً على ماتش النهاردة وأشكركم على الروح الجميلة بالرغم من هزيمة فريق ليباترا إلا أنكم فعلاً عندكم روح بياضية جميلة جداً بحيوا كلها فريق ليباترا ألف مبروك لفريق أمون عديته من ماتش النهاردة ولكن الماتش اللي جاي فايصالي هو كمان طبعاً طبعاً وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع اللعبة أقرأ